وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيادة من السعر الرسمي وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبطي 513 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت أكثر من 108 أطنان من المواد الغذائية وغير الغذائية وضبطت أجهزة وزارة الداخلية قرابة 29 طن في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة إلى جانب ضبطي قرابة 89 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيادة من السعر الرسمي لاستلع الغذائية وغير الغذائية كما تم ضبط 703 قضايا في مجال قضايا المخابز من بينها 164 قضية خبز ناقص للوزن و143 قضية خبز غير مطابق للموصفات فيما تم ضبط 16 قضية في مجال التهريب خارج منظومة تتوريد أرز الشعير بمضبطات بلغت قرابة 198 طن